قبل أن نبدأ بقضية تعديل سلة من الرواتب كيف تعلق على هذه الاجتماعات التي حصلت بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء دون حضور رئيس مجلس النواب كما هي العادة شكرا على الاستضافة طبيعة التسريبات الإعلامية على أقل تقدير تشير إلى وجود اختلاف في وجهات النظر ما بين رئيس الوزراء من جهة ورئيس البرلمان من جهة أخرى وهذا الأمر يرتبط بطبيعة الوضع السياسي مؤخرا الاعتلاف الحاكم هناك اعتلاف دارة الدولة فيما يبدو يمر بأسوأ أيامه على اعتبار أن هناك صدام ما بين القوى المشكلة له على اعتبار أن الاتفاقات السياسية لم تنجز بشكل كبير يعني فيما يبدو بأن رئيس الجمهورية يحاول قدر المستطاع أن يعمل على إيجاد حالة استقرار سياسي خصوصا وأن استراتيجية فتحة جبهات بدأت من وجهة نظري وهذا قد يعيق المعادلة السياسية برمتها لذلك فيما يبدو بأن الخلافات هي من تدفع إلى عدم الحضور وعدم التقارب أو حتى عدم الانسجام فيما يرتبط بالبرنامج الحكومي أو بالاتفاقات السياسية نعم نرجع إلى سلم الرواتب بداية دكتور إحسان ما هي أبرز مبررات تعديل سلم الرواتب وما هي الجهة المسؤولة بالفعل على إعداد مشروع التعديل هذا أولا المبررات هو قضية تقليص الفارق في الرواتب هناك بون شاسع ما بين رواتب الدرجات العليا جدا هنا لا أتحدث عن الدرجات العليا وفق السلم الوظيفة وإنما فيما يرتبط بالرئاسات الوزراء الوكلاء وحتى أصحاب الدرجات الخاصة عن موظفي الدرجات الدنيا وبالتالي أصبح هناك ضرورة ملحة ليست آنية وإنما أشار تقريركم أنه ما يقارب ثلاثة حكومات كانت تدفع باتجاه وجود سلم موحد للرواتب طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هناك سبب آخر هو قضية أن يكون هذا السلم موحد هناك بعض الوزارات لديها قوانين خاصة وأيضا خلق نوع من التباين في نسبة الرواتب طبعا بالإضافة إلى أن هناك من يحاول أن يقدم إنجاز يعني حتى بعيدا عن قضية إرهاق الموازنة أو حتى التخصيصات فيما يرتبط بهذا السلم المسؤول الأول عن سلم الرواتب هي الحكومة كمؤسسة سواء كانت الحكومات السابقة الحالية أو القادمة على اعتبار أن الحكومة هي المعنية الوحيدة في قضية النظر في قضية التخصيصات المالية أما حديث النوافة بتصوري هو مجرد عملية كسب سياسي لا أكثر على اعتبار أن الصلاحيات الحصرية المالية هي مرتبطة بالحكومة مستشار رئيس مجلس الوزراء أشار في تصريحات له إلى أن هناك حاجة إلى توافق سياسي وصفه بالعريض لتشريع سلم جديد للرواتب هناك أيضا من يتحدث عن تعديل حزمة قوانين متعلقة بتعديل السلم لو حصل هل بالإمكان يضع هذه الأمور كل القوانين التي شرعت أستاذ الحيدري هي بحاجة إلى صفقة سياسية ولذلك أتصور بأن تعثر الاتفاق السياسي قد يعيق أقرار قانون سلم الرواتب طبعا هذا من الناحية السياسية بمقابل أن سلم الرواتب قد لا تندفع به الحكومة الحالية أصلا على اعتبار أن هناك تخصيصات بما يقارب 11 تريليون دينار عراقي وهذا الرقم لا يمكن أن يضاف إلى الموازنة أو التخصيصات العامة الاتحادية لأن التعيينات الأخيرة رفعت من سقف الانفاق التشغيل للحكومة بالتحديد ولذلك عملية التوافق صعب الآن ما بين نظرة الحكومة التي تبدو مترددة وما بين اندفاع بعض القوى السياسية لغرض مفهوم الصفقة الواحدة هذا من جانب ومن جانب آخر قضية التوافق السياسي فيما يبدو بأن الخلافات الآن داخل الاعتلاف الحاكم ستعيق عملية إقرار سلة من الرواتب يعني موضوع الحديث الآن الذي نحن بصدده لا أتصور في ظل هذه الخلافات يمكن أن ينضي سلة من الرواتب ولذلك كان الحديث عن قضية أن يكون هناك توافق كبير بالإضافة إلى ذلك هناك بعض القوى السياسية تنظر إلى أن وجود سلة من رواتب جديد هذا بكل الأحوال قد يكون جزء من عملية التقدم وهذه الأطراف أنا أتصور بأنها لديها حسابات سياسية قد تمنع أقرار هذا القانون أو تحقيق مكسب لجهة على حساب جهة سياسية أخرى نعم ربما يبقى الموظف الذي يقبع في سلم أو في قعر سلم الرواتب هو ضحية في هذه النقاشات دكتور إحسان الشمري من بغداد المحلل السياسي شكرا جزيلا لك